موسيقى ما يهم في تكوين الزواج السعيد ليست التشابهات بين الزوجين ولكن قدرتهما على إدارة الاختلافات بينهما سلام الرب يسوع معكم مشاهدينا وإنما كنتم عم تحضرونا بلبنان أو بسائر أنحاء العالم عبر شاشة فضائيتنا للشرق حلقات أسبوعية عم تجمعنا سوى ببرنامج العائلة والكنيسة مع ضيفنا دايم رئيس المحكمة البطرياركية المارونية الاستقنافية سيادة المطران الياس سليمين أهلا وسهلا فيك سيدنا أهلا وسهلا فيك الملفت كنت عم بقرأ من كم يوم ولفت لي نظري خبر بكرواتيا عن تقليد الزواج لما يستعد شخصين بكرواتيا ويروحوا لعند الحكاية بدل ما يبركلهم أنه مبروك لقيت الحب لقيت الشريك بقلهم مبروك لكل واحد لقد وجدت صليبك وليكن صليبك محبوبا محمولا لا يلقى بعيدا بل يكرم ويعزز قديش مهم الواحد يكون الشريك الآخر لإله هو الصليب المحبوب خبرنا سيدنا كيف ممكن يكون الطرف الآخر أو الشريك الآخر صليب محبوب تعرفي نحنا منفكر أنه الهدية بتجينا بالشيء اللي بيفرحنا نعم ما منعرف أن الشيء اللي بيفرحنا بشكل هيك مباشر بيروح ما بيبقى الشيء اللي بيقلمنا بسبب حب ناس غاليين عقلبنا نعم هيدا اللي بيبقى لنا وهيدا اللي بيعطينا نوع من الاختبار الحياتي العميق ما بقدر أفهم الحب إلا من خلال كلمة الصليب هاللي جاي هون بهالاستشهاد نعم أول شيء الصليب في خطين نعم خط عمودي وخط أفقي الخط العمودي بيحمل الخط الأفقي الخط العمودي هو محطي لأ الله نعم هاللي بلا تسند حياتي كلها خاصة عن الصعوبات والخط الأفقي لأنه في علاقتي مع الله قوي خط عمودي صرت بحمل كل الناس وبرفعهم مع عيسى وبالله بسبب حب لأله بدي حبهم كلهم هلو كيف لا كان إذا كانت هالناس هي عيلتنا أو زوجنا أو زوجتنا بالضبط هون الكمة السعادة يمكن بتكون لأنه سعادة السعادة الزوجية بين الشركان أو الحب هو فرح للشركان في الضغط فرح في عندك نوعين في فرح بيجي من لذة حابرة نعم بسرعة بيروح بيبلش بالفرح بينتهي بوجع الضمير وبالتأكل الداخلي وفي عندك فرح نابع من السعادة بيبلش بوجع بينتهي بفرح مع الوحد هلو هدا هو الصليب الصليب مع يسوع بيقول وقت اللي بيقلنا أنه من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه أول شيء تاني شيء فليحمل صليبه ويتبعني لوين للقيامة حلو للقيامة في نصر معه وهون إذا إذا كنا بانيين حياة الزوجيين على إيماننا وعلى أنه نحمل مع بعضنا آلام الحياة ما بيقولوا على الحلوة بالمرة صحيح نحمل آلام الحياة هالآلام اللي حاملينها سوا هي بتخليها العرى ثابتة وبيقوا ببعضهم وإذا بيحبوا بعضهم أصلا ما بدأ إيا اليوم قليل الزواجات اللي ما بتكون إلا عن حب قليل الزواجات اللي ما بتكون إلا عن حب ولكن من بعد ما يحملوا هالصليب بكل حب وعشق عم بيكون الحمل تقيل ما عم يعرفوا كيف يحملوا بعضهم يعني هون هون حمل الصليب بمحبة يعني لازم نحبه بس كيف بدنا نحمل بعضنا سيدنا كيف هالشركين بدون يحملوا سيئات وحسنات الآخر ل سيقدروا يوصلوا للإيامة بحياة زوجية ناجحة جدا عصلي شو اللي بيموت بالأول الأنا الأنانية صحيح الأنا بتموت تحتى الآخر انصلب كرماله مش هيك نصلب كرمالنا يسوع إذا بدي انصلب أنا عن ذاتي كرمال الآخر أكبر خطر إني قول للآخر سعدني كون أناني بيفشل الزوج مضغوط هذا الشيء بدي يكون نابع بدي أنا أسعده صحيح بدي أنا أسعده وقتا بيجاوبني بإسعاد عن طريق إسعادي لأله بالأول بالمبادرة وهون بتكون الأنانية ماتت ما في أخطر من الأنانية على الحياة الزوجية هي سبب فشل كل زوج إن كان الزوجة أو كان الزوج من الطرفين من الطرفين وهون في احترام وقت اللي منقول ليكن صليبك محبوباً مين اللي بيتحمل يحمل الصليب يحب الصليب بالأحرام يسوع 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 عمل منه المكان اللي مش تاقي يروح عليه بقى ليش؟ تيخلص اللي بيحبهم طي خلص اللي بيحبهم والزوج والزوج هيك بدهم يكونوا بكرواتيا هيك بدهم يكونوا واحد هو صليب الآخر بالمعنى اللي بيوصلوا إلى القيامة يعني بدهم يحملوا بعضهم يمكن بالضب بطريقة بحبوا بعضهم مش كافة أنا بحبك بس بعد عني أنت مشاكلك أو بعد عني أنت وضعفك بدنا نحمل بعضنا أنا هيك بقول للمشاهدين إنه نحمل بعضنا على الحلوة المرة كمان بس مش كافة أنه أنا أوكي الرجال بضحي بضحي بمعيشه بيصرف على زوجته وبحبها لزوجته ما بيكرهها وبيحملها مشاكلها بحكمها بلبسها يمكن بس يلقيها بعيدا فهون قديش مهم نحمل الصليب نحبه نحمله للشريك اللي هو الشريك الصليب لما نقول الصليب في هيد الجملة بيبقى أصدر خورة أنه الشريك الآخر لا يلقى بعيدا بل يكرم ويعزز يعني الواحد مش كافة أنه يحب الشريك الآخر ولا كافة أنه يحمله بحياته اليومية إنما يكرمه ويعززه قديش سيدنا قديش عميئة أول كلمة محبوبا بعد المحبوبة بيصير محمولا إذن اللي بحبه نعم بحمله بشوق وقت اللي عندك أولاد الله يخليهن وقت اللي كانوا أطفال وقت اللي كانوا أطفال حبيهم بيقع بالوحلة تحمليه تضمين بيصير هو شغفك حتى تنقذيه وحتى توصليه لأنه يصير شخص على أدمن حرب وتربى لأنه إذا بتحبيه بتربيه ليس بتغنجي صحيح وتضيعيه وقته بيصير مكرم وبعدين بيصير معزز وبيرجح وبيردلك ياها تقريك ولبيه بيردلكم ياها وقت اللي بتصيروا أنتو عم تضعفوا هو بيقلكم لا تعتلوا هم تحيح لا تعتلوا هم أنتو تعذبتوا فيي أكتر بكتير ما أنا تعذبت فيكم وبعدين قد ما يكونوا حملوا سوى الألم ألم الحياة قد ما يتعلقوا ببعضهم لأنه واجهوا الحياة بصعوباتها بشرط أنه ما تكون الأنا عم تشتغل بيناتهم كل واحد منهم يشتغل لأسعاد الآخر يرسم بسمة على وجه الآخر كميش مهمة الواحد يقدر يرسم بسمة على شريكه على وجه شريكه أحيانا ما يشوف الشغلات الصغيرة بنفكرها مش مهمة اللي بتعمل الزواج مش الشغلات الكبيرة الشغلات الصغيرة واللي بتخرب الزواج مش الشغلات الكبيرة الشغلات الصغيرة مرات توصل هاي الشغلات الصغيرة لتركمات لتصل لفشل كبير. الضبط غبرة عطاوية عميص بالقارض فشلقة هذي بتخلي الواحد بيكدس 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 بيقول ايه وبعدين ما عدتني احنا. لما ما بدنا نقول للمشاهدين انه بس الزواج هو عميص وغبرة وفشلقة. لا لا. يعني كمان بالمعنى انه الرجل يمكن اهمال او او كلمة مئزية او او معاملة سيئة او عدم احترام. عدم احترام هذي كمان بتوصل لمرات لفشل كتير. لفشل زريع. كتير كبير بين الاثنين. وبيبطل في تواصل وبترجع الامور. احيانا كلمة ما احد منهم بتراجع عنا بتدمر البيت. كلمة. شو وراها الكرامة. شو الكرامة. اخطر سنة على الحياة الزوجية بان بعضهم هي كلمة كرامة. كرامتهم انه يتنازلوا عن كل شيء في سبيل بناء البيت. كيف بيتنازلوا عن كرامتهم في سبيل البيت سيدنا. اذا اليوم ومشاهدين عم يسمعوه. طب انا الرجال بيقولك انا كيف بدأت تنازل عن كرامتي وين رهبت قدام عائلتي وقدام ولادي قدام زوجتي. هي بده نتفقه هي وياه. انه. يعني احنا ما نقول للمشاهدين انه تنازل عن كرامتك كيف. ايه. رح اشرح. ايه. هي وقت اللي بتكون بتقوله انا اذا عصبت نتفق انا وياك. نعم. اذا عصبت انت روء. اذا انت عصبت انا بروء. قدام الولاد ما بيصير اشياء هذا. لانه قدام الولاد نحنا قلنا كرامي تجاه بعضنا حتى تساعدهم ينبنوا ويشوفوا فينا مثال قدامهم مثال اعلى. اذا بدنا نكون واعيين. بده واعي هاي دي. اذا واحد من الطرفين مش واعي. بيخربت كل شي. بيخربت اللعب كلها سوا. صحيح. وقت اللي بقول كرامي. كلمة كرامي عشو بتركز. على الانا. ما اتفقنا من الاول. انه الانا هي اخطر شي على الزواج. صحيح. نظر. اذا كرامتي هي بكرامة الاخر. انا بدي حافظ على كرامة الاخر. فهو بيردلي اياها حفاظ على كرامة. مثل السعادة. وهون كتير مهم. كتير مهم انه. اتطلع وين نحنا بالصليب. وين كانت كرامة يسوع. على الصليب. بيذلوا. خلص البشري. هالي كانت كرامته. وصل للقيامة يعني. بالضبط. بالضبط ايه. كرامة الاهل انه يتنازلوا قدام الولاد يتنازلوا عن كل شي. هنتني بكلمة مع الشي. نحنا لبعضنا وبدنا نكمل. ولادنا هني قدامنا عم يتعلموا منا وبدنا نحنا يكون قدري قدامهم. مع الشي. ما تنازل عنها هالي بتروح. يعني قلتلي كلمة على تعصيبتك. قلتلي كلمة على تعصيبتك. خلص نتخطاها ونمشي. صحيح. ما نكون كتير نوقف ع ابسط الامور يمكن. نعتبر هالشريك الاخر هو الصليب. يلي يلي بعزبنا. يلي بيرفعنا. يلي يلي بيسعدنا. يلي بقدسنا. وإذا احملناه بمحبة. بيصير الصليب يلي هو رمز للعذاب والقلم. بيصير رمز يمكن للسعادة. ورمز للحب. ورمز للحب. بدانا عليه يسوح. يمكن بدنا نقول إذا مش قلنا الصليب. إذا شي مقدس عنا بالبيت قدام نهتم فيه. أو في مثال العذرة قدام نهتم فيها. ونكرمها ومضويلها شامعة. هيك الشريك الاخر يعني. بمعنى أنه إذا فكرنا أنه هذا الشريك الاخر هو سر تقديسنا. ده ممكن نتنازع عن أمور حياتية. يمكن مرات بتكون تفها ويمكن مرات بتكون مهمة. بس التنازر والمحبة والتكريم والتعزيز إلا ما يرفع ويوصلنا للسعادة. كثير. هلأ الشي اللي بيكون تافه للواحد مش تافه للآخر. من هيك ما في شيء اسمه تافه. في شيء أنا بغليه يكون أقل أهمية من أنه يدمر الحياة الزوجية. بدي يكون وعي. بدي يكون وعي. إذا أنا لقطت كلمي. كيته كلمي جارحة ولقطها. نظلنا نعيده لعنه. وبيضل عيده كل يوم. هل هون في وعي أو في جهل؟ أكيد في جهل. في جهل. من هيك بده الثاني يقول له مين منه وما بيغلط. الآخر إذا فعلا بيحبه يغطي له غلطه بيقول له يلا مشي. هنمشي. ما هم بدل معلقين عليها. ومع أولادنا هك بدنا نكون. ما بدنا معلقين. ما بدنا معلقين عليها. سيدنا حدرتك عم تحكي نحنا عم نحكي عن الصليب وعن المسامحة والغفران. حتى بالخطايا الكبيرة بابا فرانسيس بأكد بصر على المسامحة بين الزوجين. الرحمة والمسامحة. مظبوط. إن شاءنا ما تطير بس إذا صارت بالدنيا. نحنا عم نحكي عم نلمح على عن الخيانة الزوجية حتى. يعني هاي دي كمت 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 الخطايا بين بين الشركين. والبابا فرانسيس بأكد على ضرورة المسامحة. ومرات الدراسات العلمية بتأكد أنه الطرفين الشركين يلي بتعرضوا لخيانة الزوجية وبيقبلوا يتعالجوا عند أخصائيين ويترافقوا مع ناس مختصين بهذا الشي بيرجعوا بعيشوا من بعد تجربة الخيانة حياة زوجية سعيدة أكتر من الكفلات العادية. لأنه سامحوا واختبروا المسامحة وصاروا يحبوا الآخر أكتر ما بيشوفوه هو ما عاد يشوفوا خطيطه. صحيح. وهون القانون 862 بمجموعة أولي كناقص شرقية بيقول المشترع فيها بيقول أنه إذا فيه هجر مؤبد سببه الزنا المشهود. مشهود شي يعني؟ يعني أنه فيه تأكيد مطلق أنه صار أو أنه شاف أو أنه لقط أو أنه انضبط إلى آخرين. نعم. يعني حتمي. صار. صار. ومعروف أنه صار. يرجى رجاءا شديدا الزوج البريد أن يسامح الطرف الآخر. يجبر. يجبر على المسامحة. نو نو نو. يرجى. أنا عم برجع أكد على الكلمة سيدنا. يرجى. ولكن لا يجبر على المسامحة. لا. لا. الكنيسة بتعطيه بطلان زواج ولا بتعطيه. لا. تعطيه هجر. هجر على مسؤولية المذنب. الزاني. يعني ما في مفعيل مدنية هيك أصدك على. بلا. ما فيه نتزوجه غير بعضهم. لأنه الهجر هو الانفصال الجسدي. نعم. مع بقاء الزواج. نعم. ما فيه نتزوجه. وقت منفصه عن بعضهم لأنه مش قبلان يكمل معه. بس الكنيسة بتترجاهي يسامح ويكمل معه. ولكن ما انه منه اجبار. لا. لا. يخد الهجر. الزوج او الزوجة ملزمين بنفقة او بسكن. اذا كان. ايه الزوج هو المذنب بده يدفع لزوجته نفقة. اذا الزوجة مذنب. اذا الزوجة مذنب وما سامحها ما على نفقة لا. ما على نفقة لا. تطرد من البيت الزوجي سيدنا. وقت اللي بيكون فيه هجر. الهجر هو انفصال مسكنا. نعم. او بقلب البيت كل من بغرفة. نعم. او بيت اخر. بس اجمالا هو الانفصال الجسدي. بين بعضهم. وشرعا يتم. بس المسامحة المشترع يترجى البريء انه يسامح المذنب. طبعا المذنب بدي يكون اعرب عن ندمه الشديد. في الخطوات في طريق كبير الواحد بيقدر يوصل للمسامحة بهيك حالة. سيدنا وصنا البابا فرنسيس. نعم. بثلاث وصايا مهمين للشركات. نعم. ما فينا الا ما نبلش برنامجنا. صحيح. نحكي عنه بحلقتنا الاولى. عن اذنك. يعني بليز زحلة بليز عن اذنك. وميرسي شكرا وعزرا اي آسف بعتذر. اذا قديش مهمين. واذا بلجنا بكل وحدة لوحده نحكي عنا. عن اذنك. ايه؟ عمل لي هيدا الشغلة او. تعرفي احيانا الواحد بيقول للتاني بونجور وبتخانق معه لانه قاله بطريقة لو اه. احيانا بيقله كلمة جارحة بس بتحبب. وبفعل فعلا استهداء يمكن كمان بيقوله بطريقة هيك. الاستهداء هو اخطر بعد بنخناقه. لانه بيخلي الواحد الجرح يكون تعرفي احيانا اخطر شيء. تمزحي مع شخص بشيء ما بتقدر تمرقه بالجد. بيكون الجرح اعمى بعد. بشكل مزحي. وهان بيجرح الواحد بشكل كتير عميق صعب يقدر يسامح بسهولي. مش ضروري الواحد يمتنى عن المزح. لا. بس مرات في المزح بيبقى ليزع يمتنى. ايه ايه هيدا مش مقبول. هيدا مش مقبول. المزح كتير حلو. اذا كان مهزب. نعم. ايه. هلا هون وقالت لي البابا بيقول عن اذنك. بليز. فيها ترجل اخر واحترام الاخر. احترام كمة الاحترام فيها. ايه واعطاء الاخر ايمي عالي. حلو. عم بيترجاه. انه انت حتيتك اعلى مني. تحت اترجاك عن اذنك بليز. بس بيقوله بطريقة مهزبه. كتير مهزبه. لانه احيانا بيقوله بليز ده حتيت مصخر عليك. بده ينتبه. بده تكون كتير جدية. وتكون محببه مش بس جدية. حتى مع الولاد يعني مش بس مع الزوجة او مع الزوج. الولاد اكتر بعد. بليز اذا بدي عزبك عملي معروف جبيليك بيت معي. اي 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 او عمال معروف ابني جبيلي هالشغلة. ايه من فطلك ايه. بليز فيك تحطيلي العشاء مخور من الجوع يعني كلمات صغير مش انو حط العشاء. مالاك جديدة تحكي تما قلت حط العشاء بليز ولو مرتحضري للعشاء اذا في مجال. اي 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 هايدي بتخلي كل الجدران اللي ممكن تنقام بين اثنين تنهار. صحيح. والجدار اللي بينهار. حتى لو مبدا او هو مبدا بليز بيبسني. اي اي لك حياتي بليز ولو اذا في مجال تجيب لي معك هيدا الغرض انت وجاية. مش ليه ما جبت او جب لي هيدا او. ما بعض مرات الاسلوب. نحن حلقات الماضي كنا عم نحكي عن السم البارد مرات بالكلام. صحيح. هيدا مرات بيكون في صمت او كلام بارد بيبقى مئزة اكتر من الحكي اللي. بيقتل بيخنو. صحيح. بيخنو. هام بدي يكون فيه بالفعل الكلمة بتحمل معناها. بالفعل تحمل معناها مش انو بقولها وانا بعني غاشي. وقت اللي بتقولي للولد عن اذنك. بيكوار. عم بتكبري ولدك. وزوجك نفس المادة. وقت اللي بتقولي له عن اذنك. حاس ليش تحترميه. كتير تدلك ايها. بس فيه منه للأسف. ولا كلمة بتقوليه وشي. ابد. متل كأنه لو احتلش. صحيح. ايه هام لأ هام بدي واحد بالفعل يكون من الطرفين. وهام بدي ارجع على مبدأ الحب. مبدأ الحب. الحب عطاء. بس شو اللي بيفشل العطاء. عدم الاخذ. بدي اعطي والاخر ياخد. وقت اللي بقوله بليز عن اذنك. بيقولي ما بدي. شو صار في يا. نهارت. طب شو بنعمل. هلا ازا مشاهدين على عم يسمعونا. ايه. انا طب اوكي يا سيدنا. نحنا الليلو بليز. وما كان يقبل ورد بسم. شو بنعمل. اه. بحاول انه عالجها. مش انه ايه انا بدي اقوم. لا. ما بكمل لطافتي. بشكل انه يحس انه هو غلط. الولا يهمك. معنا شي. خليك قاعد انا بقوم جيد. دلوع بيكونوا عصاب وريقين سيدنا. انا دم اكون عندي عنصرية تجاه المرأة او ديما ديما بدافع عن المرأة. كمان مراتي كتير ستات او. نجهتين. اه. مرات عندي ظروف خاصة. ما بعرف شو بين الرجال والمرأة. سهل كلمة لعن اذنك. قديشها صغيرة. وقديشها بتزيد لطافة وقيمة واحترام. للي عم بقولها. بالفعل. يعني. مش بس للي عم بيتلقيها. ياللي عم بقولها. قديشها بتزيدوا لطافة. صحيح. صحيح. عندك مثلا. شو كان. في ناس بحياتك ما بتسمعوا. ما بتسمعيهم بيقولوا شو كان. اما عفوا. مزبوط. ما بيقولوا. بك يا عم معقولي. معقولي وقت اللي زوجتك بتعمل لك كل شي وبتحضر كل الاكل. بك ما قال شو صعب. والشكر كتير مهم حتى لدرجة انه موجود بختمة الاداس. بالضبط. كيف لكان اذا موجود بين الزوجان. يعني هالشكر قديش مهمة. صحيح. الحياة وانما النعم بالشكر تدوم. وقت اللي بيشكر الله بحس انه الجسر بينه وبينه نقام بشكل ثابت. وقت اللي الزوجاني بيشكروا بعضهم. ما عد ينهار. ما عد تنهار الحياة الزوجية. مع انه كلمة. بس بدهم يقولوها من قلبهم. من قلبهم. احياناً وقت اللي بتقولو يا شخص باعتزر. بطريقة كتير نعمة. تكسر جلية دا يد الكلمة اللي باعتزر. مش بقصد صريح. ايه. تكسر جلية. مش بس تجبر الكسر. تجبر الكسر اللي بيكون صار. بس في مننون وقته بيسمعوها ما فيه بتتحملوها. باعتزر. ما فيه بتتحملوها. الوقت دايماً باعتزر. لا انه ما بتخلي يصير في عتاب يمكن. انه اوكي اعترفت بغلاطك. خلص. طب انه تركلي. ممكن بيقولك تركلي مجال فيش خلق. طب ما ليه. ما انا عم باعتزر مسبكة. انا عم بطر الاجواء. ايه ايه انا هاو اغلط. باعتزر. ما حلش يسمحني. ايه. هادي ما بتصغير ما بيش ترجيع اعملها لي. انا بفكر حاله انه ثبت حاله بانه يبقى صغير. الكبير بيقوله بطريقة قوية. يكون الو مقام. يكون الو مركز. انا باعتزر اغلط. او الاهل قدام ولادهم باعتزر اغلط. ما هي بتطلق. بتفاجأ. انو الماما عم باعتزر مني او البابا عم باعتزر مني. صحيح. قديش مهمة الواحد يقدر. اه سيدنا مرات اه الواحد يبقى بيعرف انو بنعرف نحنا من زمين من ايام جدود جدودنا. ايه. كلمة عن اذنك او شكرا او هزرا. ايه. قديش مهم اه تنقل من اشخاص مسؤولة وقديش ممكن يكون وقعة. يعني مرات احنا بنعرف الامور. بس لما تنقل مثلا بابا فرانسيس لما قيلها. عملت خضة وعملت نقلة مع انو الكلمات اقدمين. صحيح. فشو الشو 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 النتايج للامور لما للواحد يسمع لشخص مسؤول او لايخل. الانسان لما يسمح لشخص مسؤول يدخل بحياته دوميا. تحرف ايه. احيانا الكلمة شكرا او عن اذنك او عزرا تكشف الشخص اللي قبالك. اذا شخص كبير تذني كل جسور. اذا شخص صغير ما عنده نفسية ما عنده كرامي. ينفو شريشو بفكر حالو هو صار كبير شغلة كبيرة ويصير بقدر يتحكم بالاخر. هون كتير بدا فطني وانتباه. وبدأ تكون من الطرفين. الطرفين يكون في عندهم تفاهم دائم من هيك بالحلقة الماضية. ركزت على انو يكون في حوار يقدوا ليلي لوحدهم يراجعوا اسبوعهم كله. لحتى يرجعوا يبنوا الجسور اللي بلشت تتهدم. يرجعوا يبنوا. وهون يقول تفقوا عن اذنك فيها كرامة. فيها تقدير للاخر. ادياش وقت اللي بتقولي للطفل عن اذنك. يعتزك. يفتسك. يفرح. او لانه اذا الاهل كمان مرات كتير بيغلطوا. سيدنا نحن الحكي عن جد كل شي بيختص بالعيلة ما بيخلص الحكي عنه. وعن جد ممكن الواحد يصلح. يعني العيلة اللي بتلتجئ لاشخاص تسعدها. لاشخاص عم بتوعية على امور صغيرة. لتقدر تصلح وتجبر. متما كده حضرتك عم تحكي. كتير مهم. على امل انه برنامجنا يقدر يصلح بمطارح كتيرة. ان شاء الله على امل يكونوا مشاهدين عم يستلزوا وعم بيستمتعوا بهالكلام اللي مهمة لحضرتك عم تقلنا ايه. نحن بدنا نوقف مع فاصل صغير سيدنا وبنرجع منكمل حلقتنا سوا. فاصل وبنجع. مشاهدينا رجعنا نحن وانتو مع ضيفنا المميز سيدنا ليس سليمين اهلا و جديد ببرنامج العائلة والكنيسة. سيدنا اه اه بالمحور التاني اه رح نحكي عن الزواج الزواج المسيحي. يلي هو يعتبر سر وعهد. ينتج المفعيل الانونية التالية الوثاق الزوجي الدائم والاستئساري. والنعم الالهية وبينتج عنه ايضا شركة حب وحياة. شو اصده بالوثاق الزوجي الدائم والاستئساري. اوكي. اول شي الوثاق يعني الرباط يعني الالتزام اللي اتنين اخدوه برضاه المتبادل هاللي ما فيه رجع عنه. من هيك اسمه وثاق. يعني واحد هو بيربط نفسه. هو بيوثق نفسه. ما جمعه الله لا يفرقه هو. ما جمعه الله لا يفرقه الانسان بإلنا يسوع المسيح. من هيك هالوثاق الزوجي بينتج عنه مفاعيل. هالمفاعيل اللي اللي بتنتج عنه اول شي هو عهد. عهد مش عقد. كان الانون القديم كان عقد. حصنه المسيح. يعني هاللي صدر بالالف وتسعمية وتسعة واربعين باثنان وعشرين شباط. نعم. كان للشرقيين عن الزوج. كان اسمه عهد. حصنه المسيح بشريعته ولا ينفصن. خلاص. بضل على طول. بس هلأ فيدوس بالانون سبعمية وستة وسبعين هو عهد. شو الفرق بين العقد والعهد. شو الفرق. العقد. أنا وياكي. فينا نعمل عقد على هالألم. مادة العقد شيء. خارج عن المتعاقدين. مثل كونترا. كونترا. إذا هو العقد. أما العهد لا. مادة العهد هن الشخصين. وبالتالي ما عاد ينحلوه. بين الله وبين شعبه في عهد. هالعهد ما حد فيه يكسره بعد اللي بيتم أخده. يعني. وهذا الزواج. صار على مثال علاقة المسيح بالكنيسة بحسب الرسالة لأهل أفاسوس. إذا صار هو عهد. هالعهد بين اثنين. هاللي بيدوم ما في شي بيقدر يكسره. عطى دائم واستئثاري. شو يعني دائم؟ دائم يعني. ما فيهم يقولوا أنه. غيرنا رأينا. أو أنه غيرنا رأينا. أو أنه وقت اللي بدنا نتزوج. لا. هيدا كتير مهمة. إن وقت اللي بيتزوجه. بيقولوا نحنا نتزوج. إذا ضبطت معنا ونكمل. ما ضبطت. نترك بعضنا. هذا زواج باطل. لأنه مش متزوجين لكل العمر. الزواج لا يحتمل إذا ضبطت أو إذا ما ضبطت. لا. كان يقولوا قديما أهلنا أكثر منها. لا. على الحلوة والمرة. خلاص. هون دائمومة الزواجة المارونة الكاتوليكة. بالضبط. هالديمومة اسمها السر. هي اسمها السر. من هيك في شي بالأنون 824. نعم. الوقت اللي بيحكي عن التلجئة في حلية السر. يعني الديمومة. هي تثبت فيها الواحد يثبتها إذا رفع شكوى. بتبين من خلال حياتهم المشتركين. نعم. بتثبت تثبت من خلال حياتهم المشتركين. بيشوفوا أنه أنا بتدعي مثلا أنه أنا اتزوجتها مع بشرط أنه إذا ما اتفقنا من نترك بعضنا. على كل أحفال كل زواج بشرط هو باطل. إذا ما اتفقنا من نترك بعضنا. لأوا أنه ما اتفقوا. أخذوا قرار يتركوا بعضهم. هالي التلجئة في حلية السر أو في حلية الديمومة نفسها. التلجئة يعني التجئ إلى نعم تغطي الكلة اللي بضمارها بقلبي. سيدنا هيك بما أنه أنا هم نحكي عن ديمومة قبل ما ننتقل على الاستأثارية. إذا الواحد تتزوج بهدف إنجاب الأولاد. بتعرف كثير زي زواجات بالطم على أساس أنه الواحد بده يجيب أولاد. كل زواج مبدئيا. صحيح. بيهدف أنه يجيب أولاد. هيده تحل الزواج. لا. لا. أبدا. إذا ما إذا ما في إنجاب. نعم. الإنجاب مش مش شرط أساسي لصحة الزواج لا. بس ترفض اللي أولاد يبطل الزواج. إذا كان هالرفض بيعود لوقت اللي يتزوجه. بيقولوا لبعضهم إن إحنا نتزوج بشرط إنه ما مجيب أولاد. خير زواج باطل. لأنه كمان تلجئة بحلية النسل. بس مش لا تحل الدايمومة تبع الزواج إذا. لا. إذا الله ما تعمن أولاد. أبدا. إذا أرى الرجال أو المرأة ينفصلوا بسبب. ما بيقدروا لا. ما بيقدروا إلا إذا كان ضعمر بقلبه أو بقلبه إنه إذا جاني إذا ما جاني أولاد أنا ما بكمل بالزواج. كيف بتبين؟ كيف بتبين؟ بتبين إنه وقت اللي بلشوا يتحكموا. يروحوا لعند أطبها. يعملوا كل اللي ما بينعمل ما بينعمل عملوا المستحيل. إلى آخرين ما جاب أولاد. وقت اللي يتأكدوا إنه ما رح يجيب أولاد تركوا بعضهم. الكنيسة ما بتحل الزواج يا سيدنا إذا تحكموا. أبدا. أبدا. هذا حق شرع للإسلام. إيه بس عم بقلك هون بيبين. وقت اللي تتركوا بعضهم بس عرفوا إنه ما بيجيب أولاد. بيعرف القاضي إذا كان في دعوة. إنه بالفعل متزوجين تحت يجيب أولاد. هذا عمصر أساسي. نعم. شو بيسموه هيدا؟ غلط في الصفة. يعطيهم البطلان. إيه بيتطع البطلان إذا ثبت إنه تزوجوا تحت يجيب أولاد. نعم. بس فشل بس موضوع الإنجاب راح يعني ما في إنجاب تركوا بعضهم. هادي علامة إنه متزوجين بشكل أساسي تجيب أولاد. نعم. يعني في الكنيسة عا بتسهل. هاك موضوع إيه؟ نعم. بس إنه ما في أن يقولوا إنه ما جيبنا أولاد بما أنه مختلفين مع بعضنا إذا نترك بعضنا. لا 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 ما بتزبط هادي لا. ما بتزبط. هاي بتفوت بالمحاكم الأكثر سيدنا؟ لا بدا المحاكم الأقصر في إثباتات كتير 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 واضحة بدا تكون. نحن هنعمل حلقة خصوصة عن المحاكم الأقصر وأسبابه. يمكن حلقات مش حلقة. صحي. هي الموضوع كله سوى العيلة والكنيسة والأنون الكنسة لوحده بده حلقات. بضبط. الاستئثارية شو اللي بتنتج عن الزواج؟ هي إلا أسمان. نعم. الاستئثارية أو الأمانة. الأمانة الزوجية. الاستئثارية يعني ما فيهم واحدهم يتزوج الثاني إلا ما يكون وحده هاللي تزوجه. ما بيكون عنده علاقة مع آخر. مش إنه بيتزوج مرته كان عنده علاقة مع حدا قبل الزواج. تركوا بعضهم تزوجوا ورجع بعضين لألا لأنه اختلفوا مع بعضهم. صار شريعة إلى آخرين واختلفوا مع بعضهم ورجع على هديك. نعم. أو رجعت هي كمان لأنه. أو هي رجعت إذا كان كمان في حدا بحياته. بحل الزواج هيدا يعتبر. إيه لأنه اسمه التلجئة بحلية الأمانة. يعني ما قبل أنه يكون هالزواج مع زوجة وحده. أو هالزواج مع زوجة وحده. لا. نعم. ينتج كمان عن الزواج. نحن عم نحكي بشكل سريع إن لوحدهم كل واحد هو وضع حلقه. بس لنوصل لشركة حب. النعمة الإلهية. نعم. شو حلو تنتج عنه نعمة إلهية عن الزواج. الزواج بدون سند النعمة الإلهية والصلة. نعم. نعم. نعمة الإلهية وهالحصانة بوقت اللي بيصلوا مع بعضهم. وقت اللي بيروحوا على الإداس مع بعضهم. وقت اللي بيتحدثوا مع بعضهم. في صعوبات معينة. بيشافوا إشكالات عند آخرين. بيتحدثوا فيها. بيقولوا كيف نحنا بدنا نحاول إنه ما نوصل لهذا الجو. لهذا. يمكن سهل الأمور اليوم صارت عنا بلبناء إذا بدنا نعطي مسار. يزوروا شيئتي يسمع بعضهم. لو ما حكيوا. مثلا. يطلعوا بصمت. يطلعوا بصمت. صحيح. يطلعوا بصمت. صحيح. صحيح. قداش مهمة هاي عمليين. وبعدين كتير مهم ما يناموا متخانئين. ولا يترك واحد منه للبيت والتاني بالبيت متخانئين. ولا يرجع على البيت وبعده متخانئ. أبدا. أبدا. هو دي إذا ترك البيت متخانئ. متخانئ مع زوجته أو هي متخانئ معه. بيضل بالنهار ينتحن الموضوع برأسه حتى يطلع برأسه. وهو ما في شيء. بصير الواحد يفكر بكتير أمور بينه وبين حاله. هي بتبقى الأمور بسيطة. قداش مهم الواحد. هنا دور المجرب. المجرب بصير يخلي الأمور تتضخم برأس الشخص. وهو بالحقيقة ما في مبارك. مرات سيدنا الرجل والمرأة بصيروا نطرين بعضهم ليس. هو يصالحني مش أنا بصالحه. هادي كبريا. الكبريا بترجع على الأنانية. هيا كنا عم نحكيه بالأول كداش نهم الواحد يتخلى عن الأنانية بحياته الزوجية. بالفهم بالفهم. بدون يقولوا لبعض منك يا جماعة. بتبتعوا. يعني إذا أنا وقفت على كلمتك. أو أنت وقفت على كلمتك. وبعدين. مين خسران؟ نحنا خسراني. ولادنا خسراني. البيت خسران. رأك يلا نشيل عجنب. بوسي. ومنمشي. وخلاص. ولا رح يخسروا هالحب. وفنجان قهوة. ياللي جماعهم. بالضبط. بالكنيسة. صحيح سيد. ما في أسهل من المصالحة إذا فيه سعة أفق وعقل كبير. ما في أسهل من المصالحة. هون كمان ساعتنا مكون نحنا عم الساهم لنخلي النعمة الإلهية. تقدس. بالفعل. هالسر وهالعيلة. سيدنا كمان الزواج المسيحي. بينتج عنه بالمفاعل القانوني شركة حب وحياة. شركة بالأول. نعم. الشركة هي إنه يعيشوا مع بعضهم. ما بقى واحدهم مقصول عن الآخر. صاروا بحالة شراكي. نعم. يعني صاروا بلحمة ما بقى تنفك. الشركة تحت غطاء مش عقد. عهد. عهد بالضبط. يعني شركة وعهد صاروا. ما جاء معه الله لا يفرغون. نعم. هالشركة بس يجي ولد. شو بتكون عطية حياة. هالحياتي شاهدة إلى الأبد. إنهم هني زوجين. ما حدا منهم بقى فيه. ينسحب من الولد. نعم. نعم. الولد هو جامعة اثنان. وكيف بيقدروا بقى يتخلوا عن بعضهم. ما عم بقدروا بقى. حيات سيدنا اليوم صار في صعوبات كتيرة يعني أنا عم نشوف. وحضرتك عم بتشوف بالمحكم الكنسية. قديش. صار. ومين عم يدفع التمن هني الولاد يلي أكتر عم يدفعوا التمن. هيدا إذا ما ما حاربوا بعضهم بالأولاد. عم بيحاربوا بعضهم وعم نشوف. وأحيانا عم بتطر إني خانقهم. وقلهم وين بتحطوا حالكم. تحتى أنا دافع عن أولادكم ضدكم. معقولي. وأحيانا ما بيستحوا. ولا بيتراجعوا. أخلا بالأوقات سيدنا بالمحكم الكنسية عم يصلوا لحالات. بصير صعب. بينسوا أولادهم. بينسوا بصير. بكارات ينسوا الأحسان. مش يستعملوهم متل متل كأنه رصاصة يقوص بعضهم فيها. ما بصير بصيروا لولاد بدن معالج نفسي. فهي. عم يطفعوا التمن وهن عم بضيعوا. وأكثر الحالات بدن معالج نفسية. إذا هي شركة. شركة شو؟ الحب. الحب شو؟ عطاء وقبول. تبادل. بسمة. نظرة حلوة. شكراً عن إذنك. عذراً. هذا اللي كنا عم نحكي. ما هذا هو كلام البابة هالبسيط. اللي بيبني الحياة كلها سوا. حب. هالحب في عطاء الزيت. ثقة. ثقة. عداش مهمة تكون في ثقة. عداش في مهمة يكون في عطاء. بالفعل. الزيت بين. سيدنا بشركة الحياة. إذا نحنا عم نحكي بشكل أنهوني عن شركة. شركة الحياة. شركة حب وحياة. إذا لم توجد. يفسخ. إذا أثبت أنه شركة حب وحياة لم تكن موجودة بين الطرفين. يبطل الزواج. أكيد. أكيد. وهون بعطي أمثلة. مثلاً. نتزوج. بس. كل واحد منا بيعيش عند أهله. هذا الزواج. مش شركة. نتزوج بس كل يوم متخانع. يبطل الزواج. يبطل الزواج بإسم القانون 818 الفقرة ثلاثة. يعني لأسباب زي الطبيعة نفسية. يبين أنه ما عندهم إدراك كافي ولا عندهم حرية أو إرادي. مسؤولة عن النعم اللي قالوها. حتى تكون هالنعم. بالفعل هي اللي قايدة حياتهم كلها سوى حتى كل واحد منهم يقول للتاني. النعم التبعي صارت ملكك. النعم التبعي صارت ملكي. ما بقى والواحد حر عن الآخر. أنا أقول لمشاهدينا أنه في مجال لأسئلتكم إذا أي سؤال تترحوه على سيدنا. فيكم تتصلوا على 0-1-255-500 وتسألونا أي شي بتحبوه لسيدنا. سيدنا أنا أريد أسألك هيك كم سؤال موجودين. بشركة الحب وحياة في كذا شغلة أنونية أعطيت لهالزوجين. منها مثلا السلطة الوالدية. أريد أسألك كم سؤال هيك بشكل لأنه الوقت سرنا على الأخر بعد معنا سبع دقائق. السلطة الوالدية. ما يعني السلطة الوالدية؟ السلطة الوالدية المادة 119 من الأحوال الشخصية الكاثوليكية. السلطة الوالدية حق الوالد والوالدة على الأولاد أنه يربوهن وينشئوهن ويهتمو فيهن. أثنين سواء وما حدا بيقدر يعمل من الطرفين أي شيء أساسي مصيري للولد إلا بموافقة الآخر. بدون نكون فيه توافق. أثنين عندهم السلطة الوالدية مش واحد منهم دون الآخر. الكنيسة المحكمة الكنسية ما أعطت للسلطة الوالدية للأب ولا كم تعديلها؟ لا السلطة الوالدية لا اثنين. لا اثنين. بس الحراسة الحراسة أي الحضانة؟ أي الحضانة هي نفسها. نعم. تعطى لأول شيء الأم اسمها الإرضاع يعني حتى سنتين. يعني الحضانة بس للسنتين ما عم يتم في دراسات تمديد الحضانة؟ بلى هلأ فيه أولين جديدة عم بتصير بس فيه شغلي إنه المادة 125 من الأحوال الشخصية بالفقرة الثلاثة واضحة بتقول إنه على القاضي إنه على المحكمة إنه تعمل ما هو لخير الولد. ما بقنا محكمين بمين عنده الأهلية أكتر من الثاني وإنما خير الولد بيقتضي. لأنه فيه عندك مواد بيقولوا إنه أي متى بتسقط عن الوالد السلطة الوالدية وأي متى يحرم من السلطة الوالدية يعني من الحراسي. والإلم أيضا. بالنسبة للسلطة الوالدية تعطى للتنين بس هيك بس استوضح أكتر. يعني بما يخص إذا الولد فيه أمواله أو فيه حدا. الاتنين بحق لهم يتصرفوا مش بس الأب. اتنين مسؤولين إيه بلى. بلى اتنين مسؤولين. هي واحد لوحده يخدوا القرار يعني الرجل يتصرف لوحده إلا إذا المحكمة. إذا كان فيه إفصال يعني الرجل لوحده أو المرأة ولا بحاجة إلى إمضاء لاتنين. بحاجة إلى موافقة اتنين الأمور المهمة. مثلا ما حدا منه فيه يعمل للولد عملي إلا إذا الآخر كير موافق. الموضوع المدرسي بدي يكون سفر بدي يكون اتنين إلى آخرين. سيدنا فيما الرجل رأس المرأة تكون الزوجة شركته المتساوية معه في الحقوق والواجبات. نعم. يعني عليه أنه على الرجل أنه يحميها ويحترمها بالنسبة للمساري، بالنسبة للسكن، بالنسبة للكسوة، للغذاء. نعم. هذه النفقة وكل هالأمور هاري وقتها. قبل ما نوصل للمحكمة، إذا كانت موجودة فيه تقصير معين إن كانت بالمصروف أو كانت بالسكن، أو هل تستطيع أن تشتكيه؟ أو بالنسبة للزوجة كمان، إذا هي علي الزوجة أنه تهتم في خدمة الزوج والأسرة. هل يمكن أن يوصلوا يشتكوه يعني يقدموا دعوة بهالأمور إذا صار في تقصير؟ إذا قلنا مثلا المصروف كل مرة بمننا بالمساري أو السكن، يمكن إذا هو وضعه منيح ومؤثر معه، ما راح نقول إذا الوضع المادي مش منيح، أكيد راح يكون في تقصير. الآنون بيراعي كل هالأمور هذي، كل واحد بحسب مقدرته، بحسب وضعه الاجتماعي، والتاني بحسب حاجته، هذا واضح الآنون بالموضوع. ولكن موضوع أنه تقدم دعوة إذا كان أهمل المصروف على البيت، ما تتقدم بالمحكم الكنسية، تتقدم بالمدنية. بالمحكم الكنسية بده يتقدم أما بطلان زواج أما هجر حتى يلازمها المفاعيل الأخرى، اللي اسمها مفاعيل مدنية، اسمها مفاعيل مدنية، وقتها بيقدم مع الدعوة الأساسية طلب نفقة، طلب حراسي، إذا ما بدأ توصل الوحدة لبطلان الزواج، الزوج آخر همه، ما عم يعطيها مصروف لقلة، فيها تروح لعند المتران تشتكي على زوجها، والمتران فيه بدون محكمة، أنه يجبروا أنه أنت طالما أنت موجود بالبيت، مجبور تعطيها مساري، وتأمنها هذه اسمها تدابير رعويه، هذه لازم تصير، الكاهن لازم يسهر عليها، وقتها اللي بتوصل لعند المتران المتران كمان، بيحضنن وبيحاول أنه يرجع، يجمعن مع بعضن ويوعين ويرجع وينطلقوا من جديد، لأنه هو بالنهاية مسؤولة عن المصروف، وهي مسؤولة عن التربية، ومسؤولة عن اهتمام بالبيت، يعني هي بنا وهو جنة، صحيح، هذه المثل كانوا يقولوه ع أيام ستاتنا كنا نسمع رجل جنة والمارة بالنة، سؤال كمان سيدنا، هل السكن مع الأهل إجباري على الزوجة؟ أبداً، أبداً، الآنون كتير واضح أنه لا تلزم زوجي بإسكان أحد معه بالبيت، أبداً، لا أهل ولا أحد، بالتوافق بيعون البدنيين، بس وقت اللي بتوصل للرفض أنه لا أنا ما بيقبل إسكن مع حدا، من حق تطلب هالشي هذا وبيأمن لبيت مستقل، هيدا شيء؟ هيدا ما بيعني أنه يرموا الأهل، نحن رح نحكي بحلقة مفصلة عن العلاقة بين الرجل وزوجته وعلاقة الشركين بالأهل كانوا أهله أو كانوا أهله، بس هي أنونيان ما في يفرض عليها، بالضبط، أكرم أباك وأمك، هذا الإكرام واجب أو أكرمي أباك وأمك، يعني نفس الوضع، لأن الآنون 777 بيحطنا قدام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين، هل إجبار الزوجة على السكن مع الأهل، أو الزوجة إذا فرضت وجود أهله بالبيت، هل تبطل ديمومة الزواج؟ لا، أكيد لا، أكيد لا، لأنه فين أدمه هذه الشكوى بالمحكمة الكناسية، أنه جبرتني أو ما مش مخليه أمي تسكن معي أو؟ لا، أبدا، أبدا لا يمكن، وحتى الآنون بيعطيها حق أنه ما حدا يشكن معها بالبيت، إلا إذا ولد من أولاده، إيه، إذا أولاده من دواج آخر، إيه، وقته طبعا، هي إذا أولاده؟ أولاده هو يريد أن يقبل، لأنه هو اللي عم يصرف على البيت، يعني الكنيسة مانا مساوية المرأة؟ لا، بلا، بلا، تقلي، مجرد أخده، وعارف عند أولاد، طبيعي يكون أولاده معه، إلا إذا كانوا مع بيهم، لأنه الأنون كتير واضح، بيقول أنه لا تعطى الحراسة إذا تزوجت، بيقول عن المرأة، ما بيقول عن الرجال، إذا تزوجت لا تعطى الحراسة تحرم منها؟ إيه؟ إيه؟ سيدنا بعد رحلس عليك سؤال سريع لأنه خلص وقتنا، بس لأنه سؤال مهم، هل الزوجة تحرم من الجنسية إذا أخذت الجنسية عن طريق زوجة؟ بس تأخذها، صارت مواطنة، ما عدت تحرم الجنسية منها أبدا، حتى لو تم فرص الزوجة؟ حتى لو توفى زوجة، أو صار بطلان زواج أو شي، خلص لا، لا، مرات بيقولوا أنه البطلان الزواج ممكن يقشطني الجنسية، لا، 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 سيدنا مرسي كتير على هالمعلومات الرائعة والشيقة، على أمل أنه تكون عم بتفيد مشاهدينا، كنت تحت الهواء عم بتقلي بتأمل أنه يكون مش بس المرة عم تسمعوا الرجالة واحدة، يكونوا الشركين عم يسمعوا، ويعاتبوا بعضهم من بعد الحلقة، ما عالي شي، عتاب المودة، ليش لا، عتاب المودة ليش لا، مرسي كتير سيدنا على وقتك القيم، مشاهدينا أن الصعوبات كثيرة والتحديات كبيرة في العائلة، وإن وجد الحب كل الصعاب تزود، شوفكم أنا أسبوع الجاية، والله معكم. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر